هارتها كنت بتكلم عن مساوية بين المرأة والرجل والنيح أهل نها تعمل ولي حاجة طبيعية وكده بس نهاد الوقتي يعني لو هي زوجة وزوجها أمرها يعني إحنا دلوقتي زوجة مجبرة أن هي تطيع زوجها وأنها ما قطعتوش فهو حرام ففي نفس الوقت يعني فيه أمور دينية وأمور مش دينية يعني في العمل لو زوجها قال لها ما تعملش فهي لو ما قطعتوش في الأمر ده فهي كده حرام وبرضو حاجات دينية مثلا موضوع الصيوم ده لو هو الزوج مش راضي على صيامها ده فهو كده صيامها باطل من اللي قال لك الكلام ده أنتوا جايبين معلوماتكم منين أنتوا بتقولوا حاجات غريبة جدا الله يكون في عونكم طب أنا هقول لك أنا خلاص فهمت أنت عايزة إيه وهقول لك ولكن خلي بالك بالصورة شكلها إيه إحنا وإحنا ماشيين في الحياة الدنيا أنا وحدة ست ليك كل الحقوق وكل الاختيار وكل أي حاجة أنت حرة وأنا واحد راجل لي كل الحقوق وكل الخيارات وكل أي حاجة المشكلة مش هنا أنه ده رجل ودي مرأة المشكلة في عند اختيار المرأة أن تتزوج ألا هو مين يا بنتي اللي قال لك تزوجيه ومين قال لك تزوج في الزيجة أصبحنا في حالة أخرى غير الزكورة والأنوسة ده احنا بقينا في أسرة بقينا في شركة بقينا في حياة فيها دوائر متعارضة ودوائر يجب ترتيبها علشان الحياة تمشي في هدف الإطار بتاع داخل الأسرة اللي أنا اختارته اللي نهى الشرع أي ولي أن يجبر أي بنت عليه لما تقول له لا يا أبا ما نش عايزة ده ولا لا عمه ولا لا جده ولا لا أي حاجة خلاص مش عزة مش عزة ما ينفعش فحضرتك كأنثة أنت حرة وبعدين أنت أردتي لأن في دافع جواكي أنك أنت تكوني أم وأنك أنت تكوني ربت شوف الكلمة إزاي ربت منزل يعني مالكة لهذه الأسرة وعايزة تعيشي هذه الحياة الحلوة الجميلة ده اختيارك فبقى فيه بني آدم تاني البني آدم ده ما هواش كيس جوافة البني آدم ده له وضعية معينة في الحياة الدنيا يعني ما إحناش عايزين وإحنا بند المرأة حقوقها إن إحنا ندهمس على الرجالة اتجوزنا مين بقى قائد السفينة فقائد السفينة لازم يكون واحد منهم ما ينفعش في الشركة إن ما يكونش لها رئيس ما ينفعش قائد السفينة مين حر الحركة طب ومين حر الحركة الاستاذة حملت فأصبحت تعبانة مش قادرة لا تقوم ولا تيدي وأصبحت بتولد فمش قادرة يعني يقولوا نافسة نافسة يعني تعبانة نايمة في السريرة اللي يكون في عونها بتعاين الموت وهي بتخلف كان عندنا إحدى الكاتبات لما شافت كده قالت الله ده كلام سليم مية في المية اللي انتوا بتقولوه ده يبقى أنا أعترض على ربنا ليه ما خلقتني أنسا وعملت رواية مش عارف الكون يحاكم الإله أو حي زي كده طب بلاش عايزين ايه انه فيش ربنا طب مفيش ربنا طب عيشوا بقى حياتكم من غير ربنا دي تبقى الدنيا مقلب وتبقى الدنيا سودة من غير ربنا إنما بقى الرضا والتسليم والتمتع بما أقامنا الله فيه من خير هو ده طريق السعادة ولما نبقى في شركة لازم ديها قاط بيقول ايه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة درجة اهدية درجة انهم لما يتجوزوا هم هو اللي يبقى مسؤول عن النفقة وهو اللي مسؤول عن الرعاية والحماية وهو اللي مسؤول عن وعلى فكرة ستات الأرض كلهم بيحبوا كده ومش مخالفين لكده لما مخالفين امتى لما يحصل خلاف وانا عايزة مشي رأيي على حضرتك طمه بالتفاهم احنا أمرنا ان يكون خيرا لأهله وأمرناها ان تكون طوعا لبيتها بالأخلاق بالتربية طيب في عواية كتيرة سيئة نعدلها عن طريق الإعلام عن طريق البرامج عن طريق التربية والتعليم عن طريق التربية في البيت نعدلها حتى نصل إلى سعادة الضريق احنا عايزين نصل إلى سعادة الضريق نبقى مبسوط أبقى وانا بشتغل أو ما بشتغلش مبسوط لكن اللي احنا بنعمله هو ان احنا بنحط العقدة في المنشار وساعات ما بنبقاش منصفين شايف في عينكي كلام عايزة قولي تفضلي حضرتك كلمت على برضو الطاعة وكده حضرتك برضو مردقشها سؤالي أو عايزك ان انت ما تخلصيش الشغلانة دي وانت عايزة تخلصيها كلام مين اللي هيمشي وازاي وإيه رد فعل المرؤوس مع الرئيس وهل بلاها كده طيب نحي الدين خلي الدين على جنب الحاجة المثالية تبقى ازاي يعني دلوقتي انا عايز اشتغل فقالك لا ما تشتغليش مفيش دين ولا حاجة يبقى فيه خيار يبقى انت هتقولي عدم الشغل قدام استمرار الاسرة وتختاري واحدة منهم الدنيا كلها خيارات حضرتك لو جيتي وقلتي لا انا ما انا مش عايزة الاسرة خلاص اطلبي الانفصال اللي هو يغني الله كلا من ساعة ربنا اباح هذا اباح ان احنا بس هل فيه ده عقل وهل ده انهاء للمشكلة هو انهاء لمشكلة لكنه مش انهاء للمشاكل ده بداية المشاكل فالعلاقات دازم يبقى فيها حاجة الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا ولازم يبقى فيها توازن ولازم يبقى فيها خيار ولازم في النهاية يبقى فيها هذا النوع من انواع الاختيار هذا الخيار هيؤدي الى اختيار تخيلوا يا اولاد انه فيش دين ولا حاجة وتجاوزنا واختلافنا يلا حلوها من غير الدين هالحلات ازاي ما فيه خلافة اهو وكل واحد مصمم على رأيه ولا مؤاخذة ما تأخذنيش يعني مخ وزلطة ومش راضي غير يلا حلوها من غير دين شوفوا العالم كله بيعمل ايه من واشنطن الى توكيو بنعمل ايه ونستهدي بما يفعلون وهتجد ايه هو الشرع الشريف هتجد اللي هما بيعملوه هو الشرع الشريف لانه المصلحة بتقتضي كده ومقتضيات الحياة بتقتضي كده يبقى مال الدين بقى الدين بيشرح لنا بيقول لنا سبيل معي عرفنا انطبقوا كان بيه معرفناش انطبقوا تفكروا طيب شوفوا هتعملوا ايه وان فيش دين نعمل ايه ادي المشكلة المشكلة ما تعدوش تحطوها بينكم وبين الدين لا دي بينكم وبين الحياة دي حياة يجب ان احنا نطرب على ازاي نسعد فيها ازاي نبقى حلوين مع بعض ازاي لو كنت حقا حبه لاطعته ان المحب لمن يحب مطيعه ازاي نحب بعض الدرجة انه لما امراض تقولي انا عايز اشتغل ادورها على شغل على طول ما يبقاش فيه المنائرة دي بس ده قد لا يتأثر في كل الاحيان ولكن حبوا بعض الحب عطاء وهكذا في حد هنا رفع ايده الفي نفسك البنز فريق